بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات المراجعة لمادة اللغة العربية النهاردة إن شاء الله هنختص بالمراجعة فرع النحو ومن خلال المراجعة أو في هذه المراجعة إن شاء الله هنبدأ الأول بعرض سريع للدرس من باب التذكرة وبعد ذلك نعطي مجموعة من الأسئلة على هذا الدرس مجموعة الدروس اللي احنا حنتطرق لها النهاردة في النحو هي درس إسلوب أو بتسمى الأساليب إسلوب النداء وإسلوب الإختصاص وإسلوب التعجب وإسلوب المدح وإذن هنبدأ الأول بتقديم أو بتعريف سريع بإسلوب النداء وبأنواعه وبطريقة الكشف عنه ثم نعطي مجموعة من الأسئلة عليه للتدريب فبنبدأ بإسلوب النداء وبنشوف تعريفه بسرعة المنادة هو اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء لطلب الإقبال يعني أنا في البداية بيبقى عندي أداة نداء اللي هي يا أظهر أداة النداء أو أظهر أدوات النداء وإلا فإن أدوات النداء مختلفة وكتيرة ولكن إحنا هنركز كلامنا على يا هنا فعندي يا بيجي وراها المنادة يعني لما أقول يا محمده يبقى محمد هنا هو المنادة اللي أنا بندع عليه بقصد الالتفات إنه يلتفت إلي وينتبه إلي ويجيب على ندائي بعد كده أنواع المنادة من حيث الإعراب والبناء دي نقطة مهمة جدا 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 لما بنيجي نتكلم عن المنادة وبالذات لما بجي أقولك استخرج منادة وبين نوعه أو استخرج منادة وأعربه يعني هييلي في الامتحان بيسألني عن المنادة إما إنه هيقولي استخرج منادة وبين نوعه وإما إنه هو هيقولي استخرج منادة وأعربه في كل الحالتين أو في كلتا الحالتين لابد أني أنا أعرف نوع المنادة فأنا بقسمهم من حيث الإعراب إلى نوعين أو بقول هنا المنادة من حيث البناء والإعراب في نوع بيبقى المنادة مبني وفي نوع بيبقى المنادة معرب المنادة المبني بيبقى تحتيه ثلاث أنواع والمنادة المعرب بيبقى تحتيه ثلاث أنواع وهذه الأنواع الستة معرفتها من أهم ما يمكن أن نقوله في دروس أو في درس النداء لأن بكرر كلامي بقول لحضرتك أنا لو طلبت منك استخراج منادة بطلب منك إما بطلب إعرابه إما بطلب أنك تبين نوعه يبقى لازم أعرف نوعه حشان أقدر أعرف إعرابه أو أعرف هالهو معرب ولا مبني لازم أقدر أعرف النوع بتاعه وأقدر أعرف مين فيهم المبني ومين فيهم المعرب ثلاث أنواع النوع الأولاني حد مثال لكل حاجة منهم وبعد에 كانت ننتقل إلى الأسئلة منادة المبني أنا أقسمهم إلى نوعين منادة مبني ومنادة معرب منادة مبني ومنادة معرب المنادة المبني تحتيت ثلاث جزئيات أو ثلاث أنواع منادة علم مفرد منادة نكرة مقصودة وممكن بندخل تحت نداء ما فيه قل يعني انا ممكن اخد الاثنين تاريخ ولان نداء ما فيه قل بيبقى ايها وآياتها بتبقى منادة مبني المنادة المعرب بيبقى ثلاث انواع برضو اللي هو المنادة المضاف والمنادة الشبيه بالمضاف والمنادة النكرة غير المقصودة يبقى انا لابد ان انا احفظ دول وافهمهم كويس جدا عشان اقدر اجاوب على سؤال النداء هتكلم عن المنادة المبني بسرعة كده هو اول حاجة عندي المنادة العلم المفرد العلم يعني اسم شخص او اسم بلد او اسم مكان العلم يعني اسم شخص او اسم بلد او اسم مكان يعني انا بقول محمد علم احمد علم مصر علم تمام يبقى هنا لما اقول منادة علم يبقى انا لما اقول يا احمدو يا محمدو يا مصرو يا عليو هنا المنادة منادة علم المنادة العلم بيكون مبني بيكون مبني او مثال مثلا عندي لما اقول يا محمدو اكتب درسك فين المنادة هنا أنا لما يجي له جات لي مثال زي ده في القطعة وقال استخرج المنادة المنادة هنا على طول هو اللي جاي بعد أداة النداء أداة النداء اللي هي ياه بعدها على طول كلمة محمده فمحمده هنا هي المنادة فهنا عشان أقدر أعربها أو أقدر أبين نوحة لازم أعرف هل هي مبنية ولا مؤرابة طيب هنا علم العلم هنا بيبقى من أنواع المنادة المبني طيب لو قال لي قولي موقحها من الإعراب ايه أو وضعها ايه هقوله والله منادة مبني على الضم في محل نصب وهنا شرح صريع جدا لهذه النقطة المنادة في الأصل لازم يبقى منصوب المنادة في الأصل لازم يبقى منادة منصوب ولما جالي بعض أنواع المنادة مبنية قلت بتبنى على ما ترفع به بتبنى أنا هشرح أقول القاعدة دي في النهاية بس أقولها دلوقتي بشيء من التبصيل بتبنى على ما ترفع به يعني ايه بتبنى على ما ترفع به يعني كلمة محمد دهية لو ما فيش أداة الندى وجات مثلا مبتدأ يبقى هقول محمد مبتدأ مرفوع بالضمة يبقى هقول منادة مبني على الضم يبقى فهمنا بتبنى على ما ترفع به طيب لو مرفوع بالألف يبقى تبنى على الألف لو مرفوع بالواو يبقى تبنى على الواو وبعدين برجع أقول في محل نصب كأن بفكر المتلقي أن المنادة في أصله منصوب يبقى هنا منادة مبنى على الضم في محل نصب مثال تاني لما أقول يا مصر أنت أم الدنيا مرة هو جبنا مثال أنه هو يبقى المنادة عالم اسم إنسان والمنادة هنا اسم مكان برضو نفس الفكرة اللي قلناها مع محمد المنادة هنا هو مصر المنادة مصر طب نوعه علم مفرد أو نوعه علم طيب العلم هنا لو قال لي بيين موقعه الإعرابي أو هيعرب إيه أقوله والله منادة مبني على الضم في محل نصب وفهمنا المقصوب بيها إيه ده هي هنا مثلا مثال بيقول لي يا محمدان إن العمل سبيل التقدم يا محمدان إن العمل سبيل التقدم المنادة دايما أبنائي وبنات الطلاب هو اللي جاي وراء ذات النداء على طول فهو اللي أنا بنادي عليه طيب محمدان هنا محمدان هنا مثنى أنا بنادي على التين اسمهم محمد فمحمدان هنا مثنى طيب موقعه إيه أو إعرابه إيه أقوله والله هو مبني منادة مبني طيب مبني على إيه محمدان المفروض المسنى بيرفع بيه الألف وينصب ويجرب الياء فهنا هو أنا قلت يبنى على ما يرفع به يبقى المسنى يرفع بالآلف يبقى هنا أقول منادة مبني على الألف في محل نصب لأنه مثنى منادة مبني على الألف في محل نصب لأنه مثنى لو رحنا بعد كده وقلنا يا محمدون أعتقد احنا فهمنا الفكرة كده يا محمدون يبقى أنا جبت مرة المنادة العلم مرة آآ مفرد ومرة مثنى وهو مرة جاي جمع مذكر سالم جمع المذكر السالم بيرفع به آآ آآ الواو وينصب ويجرب المنادة يبنى على ما يرفع به المنادة العلم يبقى هنا محمدون منادة مبني على الواو في محل نصب لأنه جمع مذكر سالم حكم المنادة العلم المفرد احنا شرحناها فنقرأها على طول يبنى على ما يرفع به فيبنى على الضم في المفرد ويبنى على الألف في المثنى ويبنى على الواو في جمع المذكر السالم وأعطينا الأمثلة ليها وزي ما قلت لحضراتكم احنا بنعيد في عجالة ونذكر في عجالة بالقواعد النحوية علشان إن شاء الله لما بتجيب مجموعة من الأسئلة على سبيل المراجعة تبقى القواعد حاضرة وموجودة ومستدعى في ذهننا بعد كده هو المنادة النكرة المقصودة أنا عندي نوعين من المنادة مرة هقول المنادة النكرة المقصودة ومرة هقول المنادة النكرة غير المقصودة وبسرعة كده هفكر حضراتكم يعني إيه المنادة يعني النكرة النكرة هي اسم شائع في جنسه يعني اسم مش محدد في نوعه أنا لما أقول ولد كلمة ولد هنا هو تدل على جنس معين اللي هو الولد أو هذا الشخص أو كذا ولكنه غير محدد غير معين طيب النكرة لابد بنقول لا تبدأ بألف ولام يعني ما يجيش في أولى ألف ولام الاسم اللي نكرة ما تلاقيش أبدا أولى ألف ولام وفي نفس الوقت برضو لابد إن احنا النص على نقطة مهمة جدا ممكن بنقع في خطأ كتير فيها إنه ما يجيش كمان بعديه مضاف إليه ما يجيش بعديه مضاف إليه يعني أنا لما أقول مثلا إيه بيته الله قلت كلمة بيت هتبص حضرتك لكلمة بيت هتلاقي ما فيش في أولى ألف ولام على طول هتقول والله ده الأستاذ قال لي إنه ما فيش في أولى ألف ولام يبقى هنا هو لازم تبقى نكرة أنا بقلت كمان إنه ما يجيش وراها مضاف إليه أنا قلت هنا بيت اللهي فلفظ الجلالة هنا مضاف إليه يبقى كلمة بيت ما بقتش إيه ما بقتش نكرة ما يجيش وراها ضمير مثلا بيته أو بيتنا في الحالة دي ما بتبقىش نكرة ولكنها بتبقى معرفة بالإضافة يبقى نكرة اسم شائع في جنسه يعني ما يقول بنت ولد منزل شارع كتاب إلى آخره وتيجي بهذا الشكل بدون ما يكون قابليها ألف ولام ولا بعديها مضاف إليه طيب نكرة مقصودة يعني إيه بقى أنا لما أقول يا معلم اشرح الدرس أنا بنادي على معلم ولكني محدده أنا بنادي زي ما يكون مثلا المدرس داخل إلى الفصل وقدامه مجموعة من الطلاب ونظر إلى طالب محدد معين وقال له يا طالب انتبه هو طالب نكرة ولكن هو حدده يعني بالنظر إليه أو بأي قرينة من القراءة اللي موجودة عنده فبالتالي بقول عليها نكرة مقصودة طيب النكرة المقصودة بتبقى منادى مبني منادى مبني نفس القاعدة بتاعتنا بتبنى على ما ترفع به بتبنى على ما ترفع به يعني إذا كان مرفوع بالضمة في الأصل هو مرفوع بالضمة يبقى مبني على الضمة في محل نصف إذا كان مرفوع بالألف يبقى مبني على الألف في محل نصف إذا كان مرفوع بالواو يبقى مبني على الواو في محل نصف لو بصينا المثال اللي موجود قدامنا هلأ ايه بيقول يا معلم اشرح الدرس فالمنادة هنا كلمة معلم ومعلم هنا هو محطوط عليها ضمة زي ما هنشوف كده فهو بيقول لي يا معلم هنا لما اجي اعربه بقول منادة مبني على الضم في محل نصب مثال تاني يا طالبان اكتب الدرس اعتقد القاعدة بقت مفهومة المنادة هنا ناكرة مقصودة الاراب منادة مبني على الالف في محل نصب مبني على الالف ليه لانه المثنى بيرفع بالالف كلمة في محل نصب ليه لان المنادة في الاصل لابد ان يكون منصوبا المثال بعد كده يا فلاحون حروثوا الارض الفلاحون هنا طبعا جامع مذكر سالم طيب بيين لي اعرابها ايه او هي من حيث الاعراب والبناء فبقول له منادة مبني على الواو في محل نصب طبعا مبني على الواو لانه جامع مذكر سالم ملحوظة برضو هنا حكم المنادة الناكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به فيبنى على الضم في حالة المفرد ويبنى على الالف في المثنى ويبنى على الواو في جامع المذكر السالم وده النوع التاني من انواع المنادة النوع التالت ده اسمه نداء ما فيه قال هو احنا حطناه مع المنادة المبني لانه مبني فعلا بيبنى بس هو بيختلف عن النوعين الاولانيين في حاجة النوعين الاولانيين انا قلت ايه يبنى على ما يرفع به يبنى على فبيبنى ما ممكن أبنيه على الضم ممكن أبنيه على الألف ممكن أبنيه على الواو هنا كلمة أيها وآياته زي ما هنشوف لابد أن تكون مبنية على الضم يعني إيه ده ما فيه اللغة العربية لا تسمح بأن أنادي الاسم المعرف بأل مباشرة يعني لما أقول الطالب ما ينفعش أقول يطالبو الطالبة ما ينفعش أقول يطالبة لازم بعمل بجيب كلمة وسيطة بحطها ما بين المنادة والكلمة اللي أنا بطلب قبلها اللي هي معرفة بأل ناس الطالب الطالبة الكتاب الول أي حاجة أي اسم معرف بأل أنا عايزة نديه طب إيه هي الكلمة دي هي كلمة أيها أو كلمة أياتها كلمة أيها أو لفظ أيها ولفظ أياتها لفظ أيها بيكون معه لما يكون بنادي على مذكر ولفظ أياتها لما يكون بنادي على مؤنس يعني بقول كده هو يا أيها المعلمون المعلمون أنتم بناتوا الأجيال الصالحة يا أيها المعلمون أنتم بناتوا الأجيال الصالحة وهنا حينقف وقفة أو في حاجة لابد أن احنا نوضحها طب فين المنادة هنا أنا جبت كلمة جديدة وأنا قلت أن المنادة هو حيبقى اللي جايب بعد إياه هل المنادة هنا كلمة أيها ولا المنادة كلمة المعلمون اللي هو أنا فعلا بندع عليه أنا بندع على المعلمون أنا جبت أيها عشان المعلمون أولى ألف ولام طيب مين فيهم المنادة هل المنادة كلمة أيها أو أياتها ولا المنادة الإسم الأوله ألف ولام بنقول هنا ونقرر القاعدة إن المنادة هنا هو أنت حضرتك لو شفت كلمة أيها أو كلمة أياتها في القطعة وجاية في سياق النداء لان ايها قاياته انا هستخدمها بعد كده في اسلوب الاختصاص وجاية فيه سياق النداء وفيه سياق اسلوب النداء حضرتك بتقول ده منادة مبني على الضم في محل نصر طيب هتقول لي طب حضرتك قلت لي ان هنا منادة مبني على الضم اما الكلمة المعلمون او كلمة الصالحون او كلمة الاولاد او كلمة الفتاة او كلمة كذا اللي هي اولا الف ولامو اللي جاية بعد ايها دي تتعرب ايه هنا وضعها ايه اقول هنا هو حنقرر برضو قاعدة ونقول ان الاسم ده هو اللي بيجي بعد ايها او اياتها في سياق اسلوب النداء بنعربه ناعة مرفوع او صفة مرفوعة دايما دايما تقول كده ناعة مرفوع وعلامة الرفع كذا على حسب سياقه يعني انا لو بسط للمثال هنا وقلت يا ايها المعلمون انتم بناتوا الاجيال الصالحة انا عندي فين المنادة هنا هو في الجملة اللي زي دي المنادة هي كلمة ايها طيب والمعلمون ان هتبقى ناعة مرفوع يبقى المنادة ايها اي منادة مبنى على الضم دي حاجات بتبقى احنا حفظنها يعني لو جاب بسماحها على طول منادة مبنى على الضم في محل نصب والهقل التنبيه ايه ما بيجيش غير كذا طيب والمعلمون المعلمون ناعة مرفوع وعلامة الرفع الواو الاسم المعرف بالالف واللام اللي بيقع بعد ايها واياتها فيه سياق اسلوب اسلوب النداء بيعرب دايما ناعة مرفوع وعلامة الرفع على حسب يعني ممكن تبقى الضمه ممكن تبقى الواو على حسب الاعراب بتاعه قاعدة بقول عنده نداء الاسم المعرف بالل نأتي بايها او اياتها حسب نوع الاسم المطلوب النداء عليه ويعرب الاسم المعرف بالل ناعة مرفوعا او شكلها بيبقى كده بالرسم اللي عاملينه دا ايات نداء زائد ايها ايات نداء يعني ا او الهمزة او اي او الى اخره زائد ايها او اياتها ذا الاسم المعرف بالل وبيتقال عليه ناعة مرفوع وطبعا ايها او اياتها بتبقى هي المنادة هنروح للنوع التاني اللي هو المنادة المعرف انا بستعرض القواعد بسرعة جدا علشان اقدر اروح لي امثلة عليه او اسئلة عليها وبنكون قابليها زي ما قلت لحضراتكم زكرت حضرتك بالقاعدة المنادة المعرف بليه ثلاث انواع انا منادة مضاف منادة شبيب المضاف منادة نكرة غير مقصود المنادة المضاف يعني زي كده يا طالب العلمي اجتهد في طلبه هنا طبعا اداة النداء يا هو لو جاء قال يستخرج اسلوب نداء بطلع له الجمل على بعضها يا طالب العلم اجتهد طيب استخرج منادة هقوله المنادة هنا كلمة طالب طيب قولي اداة النداء ايه اقوله يا تمام استخرج منادة وبين اجزاء اقوله يا طالب العلم اجتهد استخرج منادة وبين اجزاء يا طالب العلم اجتهد طيب فين اجزاءه اداة النداء اللي هي كلمة ايه ايها طيب المنادة اللي هو كلمة طالب ووراء العلم مضاف إليه إعرابه هنا هنعرف أنه هو المنادة المضاف بيبقى إيه منصوب منصوب دائما يبقى أنا كلمة طالب هنا عندي منادة منصوب وعلامة النصب الفتحة طب نوعه إيه مضاف مضاف ليه لأنه وراء كلمة العلم اللي هي مضاف إليه وأنا هذكر بعد شوية بقاعدة هقول أن المنادة المضاف لا يقبل التنوين ولا يقبل النون يعني ما ينفعش أقول يا طالبين العلم و هنعرفها بعد شها لما نروح لشبيه المضاف المنادى المضاف لا يقبل التنوين ما ينفعش أقول يا طالبا لازم أقول يا طالباء بالفتحة أو لو في نوم بحزة فأقول يا طالبي العلم أو يبقى دي المثال عنده يا طالب العلم اكتهت في طالبه طالب منادى منصوب وعلامة النص بالفتحة العلم وضف إليه مجروع علامة الجر الكسرة المثال التاني هو بقول يا طالبي العلم اكتهي ده بص هنا حضرتك دي ممكن يجي لك سؤال زي كده في امتحام ويقول لك يا طالبي العلم اكتهي ده ويحط لحضرتك مثلا تحت كلمة طالبي شرطة مثلا أو خط ويقول لك أعرف ما تحته خط فحضرك هتقول منادى منصوب وعلامة النص باليا لا تمام ما فيش مشكلة طيب هل هو هنا مثنى ولا جمع مثنى ولا جمع لا هو هنا مثنى طب عرفت منين ما هو ياء ايه عرفت منين ان هو مثنى عرفت من الضمير المتصل بالفعل اللي جاي بعد كده اللي هو اكتهي ده اكتهي ده هنا الضمير المتصل بيه ألف الاثنين ألف الايه الاثنين الألف ده هي بتدل على المثنى فبالتالي عرفت ان هو بينادي على المثنى لو قال طالبي منادى منصوب وعلامة النص باليا لأنه مثنى والعلم مضاف اليه هنا يا معلمي مصر لكم والشكر انا لو حطيت مثلا كلمة يا معلمي مصر يا طالبي العلم قدام بعض وعايز اعرف مين فيهم المسنى ومين فيهم الجمع اودت حضرتك مثلا جملة يا طالبي العلم اكتهي ده وقلت لك يا طالبي قلت يا طالبي العلم اكتهي ده وقلت لحضرتك خليها للجمع حول المنادى المثنى هنا خليه منادى جمع انت لما تكتبه هتلاقي المنادى المثنى ولما بيجي الكتب بيبقى تقريبا شبه المنادى الجمع هو بيختلف في النطق لو انا انطقه بقول يا طالبي العلم يا طالبي العلم هنا بقى المنادى ايه بقى المنادى جمع في المثنى بقول يا طالبي العلم طب انا هعرفها ازاي ده هفرق ازاي هفرقة زي ما قلت لحضرتك من الضمير لما قلت اكتهد يا طالبي العلم اكتهد عرفت ان هو مسنة طب قال لي خليها جمع هقول له ما فيش مشكلة يا طالبي العلم اكتهدوا في المسنة قلت يا طالبي العلم اكتهد لما خلتها جمع قلت يا طالبي العلم اكتهدوا غيرت الضمير من المثنى إلى الجمع يبقى مثال يا طالبي يا طالبي العلم اجتهد عرفناه وبعدين المثال يا معلمي مصر هنا مفهوم طبعا أنه هي جمع وهتبقى يعرابها هنا هذا منصوب علامة النص بإلياء ومصر مضاف إليه بعد كده هو يا طالبات العلم هنا دي نقطة مهمة جدا ودي ممكن يبقى سؤال يعني فيه شيء من الصعوبة لو جيه في الامتحان وعلي مثلا يا طالبات العلم المنادة مثلا فيه سياق كده وجاب المنادة كلمة طالبات أو كلمة فتيات أو كلمة مجتهدات المهم أنه يبقى جمع مؤنس سالم وجابه في السياق وقال لي والله استخرج منادة وأعرفه قال عسنة عارف استخرجت المنادة قلت المنادة كلمة طالبات لأنه جاي بعد إيه جاي بعد أداة أداة النداء اللي هي يا يا طالبات العلم هنا كلمة طالبات منادة منصوب وعلامة النصب الكسرة تاني منادة منصوب وعلامة النصب الكسرة إزاي علامة النصب الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم وجمع المؤنس السالم قاعدة نعرفها ونحفظها بيرفع بيه اتضمة وينصب ويجر بيه الكسرة الكسرة بيرفع بيه اتضمة وينصب ويجرب الكسرة يبقى أنه لما أجع عربها والطالبات منادة منصوب وعلامة النصب الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم والعلم مضاف إليه القاعدة بتقول المنادة المضاف لا ينون إذا كان مفردا كما في المثال الأول وتحزف منه النون إذا جاء مثنى أو جمع مذكر سالم كما في المثالين الثاني والثالث بعد كده هو هنيجي للمنادة الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء يتم من معناه هنا عشان أفرق بين المنادة المضاف وبين المنادة الشبيه بالمضاف هستخدم القاعدة اللي أنا قلتها منذ قليل إن المنادة المضاف لا بيتنونش وما يجيش في آخر النون في حالة المصنى وفي حالة الجمع هنا المنادة الشبيه بالمضاف ينون في حالة الإفراد وييجي في آخر النون إذا كان مثنى أو جمع هاو المثال قدامي هاو يا طالبا للعلم اكتهت فيه تحصيله المنادة هنا عندي كلمة طالبا منادة منصوب وعلامة النصب الفتحة هبص على كلمة طالبا هلاقي فيها تنوين بمجرد ما بتلاقي التنوين بالفتحة أنت في اتجاه من اتجاهين هنا في المنادة يا إما حيبقى منادة شبيه بالمضاف يا إما حيبقى منادة نكرة غير مقصودة اللي احنا حنتكلم عنها بعد هذا النوم أنت حيبقى قدامك اتجاه من اتنين ما تخرجش عنه إما أن المنادة عندك هيبقى منادة مضاف أو منادة شبيه بالمضاف أيه وآسف منادة شبيه بالمضاف أو منادة نكرة غير مقصودة فهو منادة منصوب وعلامة النصب الفتحة للعلم جر ومجرور بيجي طبعا وراه جر ومجرور واخد بالك من النقطة دي قوي وهنحتاجها لما نتكلم بعد قليل جدا عن المنادة النكرة غير المقصودة يا راغبين في الخير اكتاعدوا أو أنت عازلنا حضراتكم لاحظتوا أننا حطيت النون ما قلتش يا راغبي قلت يا راغبين يبقى راغبين منادة منصوب وعلامة نصبه إليا قاعدة المنادة الشبيه بالمضاف يأتي منونة إذا كان مفردا كما في المثال الأول ولا تحزف منه النون إذا جاء متنى أو جمع مذكر سالم كما في المثال الثاني بعد كده المنادة النكرة غير المقصودة اسمه معرب لا يقصد به نداء شخص معين يعني أنا بنادي على حد هو أصلا نكرة ولكن برضو مش محدد يعني برضو مدرس مثلا دخل إلى الفصل فلقى طلابه أعدين فنظر إليهم وقال يا طالبا انتبه إلي أي طالب هو لم يحدد طالب بعينه ولم يقصد طالب بعينه يبقى هنا المثال بتاعه يا طالبا اجتهد المنادة طالبا وإعرابه منادة منصوب وعلامة النصف الفتحة طيب حفرق بينه هنا وبين المنادة الشبيب المضاف اللي أنا لسه متكلم عنه منذ قليل وقلت المنادة الشبيب المضاف فيه تنوين طيب هون المنادة النكرة غير المقصودة أيضا بيه يوجد بيه تنوين اقول له اه هفرق هنا ان انا قلت لحضرتك في المنادة الشبيب بالمضاف لاحظ ان جاي ورا جر ومجرور هنا هتلاحظ ان جاي ورا النكرة غير المقصودة الفعل جاي فعل الأمر او الشيء اللي أنا بطلبه جاي مباشرة فدي علامة كده احنا بنحاول نستدل بيه على الفرق ما بين المنادة النكرة غير المقصودة والمنادة الشبيب بالمضاف حاجة بعد كده هقول يا طالبين اجتهده انه الموجوده هي برضه وهي مثنه منادة منصوبه علامة نصبه ليا لانه مثنه يا طالبات اجتهدنا كلمة طالبات انه المنادة منصوبه علامة النصب الكسر وانا اشرت اليها منذ قليل قلت ان جامع المؤنس السالب ينصب بالكسر ونخب بنا من هذه النقطة لانه جامع مؤنس سالب ملحوظة سريعة يجوز حدث فأدات النداء وبقاء عملها يعني يقول ربنا اغفل لنا انا عايز اقول يا ربنا اغفل لنا فربنا انه هو منادة منصوبه علامة النصب الفتحة والضمير ناه مبني فيه محل جر مضاف اليه وحكمه بيبقى معرب ومنصوب ونوعه مضاف هنا بقى حنروح للتدريبات تدريبات هنا يعني بعد ما اشرنا اشارة الى الدرس حنقول بيقول تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين يا نقط العلم اكتهدوا يا نقط العلم اكتهدوا حل اقول يا طالبات العلم اكتهدوا ولا يا طالب العلم اكتهدوا ولا يا طالبي العلم اكتهدوا يا طالب العلم اكتهدوا مش مشى معانا اصلا لان دي مفرد المنادة مفرد والضمير المتصب بالفعل الأمر هنا هو ضمير جامع طب تمشي يا طالبات مش هتمشي برضو يا طالبات ليه لان انا قلت يا طالبات كنت قلت اجتهدن وحطت نون ايه النسوة طالما جايبوا هو الجماعة هنا يبقى يقصد كلمة ايه طالبي يبقى يا طالبي العلم اجتهدون يا نقط انصر علمك يا نقط العلم انصر علمك يا ذا العلم ولا يا ذو العلم ولا يا ذي العلم زا او زو ده هي من الاسماء الخمسة والاسماء الخمسة لها اعراب مخصوص بترفع بي الواو يعني في حالة الرفع اقول زو في حال وتنصب بي الالف في حالة النصب اقول ذا وتجر بي اليا يعني في حالة لما تجي مجرورة بقول ذي طيب المنادة هنا نوعه منادة مضاف لان كلمة العلم هتتعرف مضاف اليه فالمنادة حيبقى نوعه منادة مضاف يبقى لازم المنادة يكون منصوبة لو بصيت للمثال هلأ عندي ذا وزو وزي طب المنادة منصوب يبقى اختار ذا على طول لان انا قلت ان الاسماء الخمسة بترفع بي الواو وتنصب بي الالف وتجر بي اليا يبقى يا ذا العلمي انشر علمك يا ابناء الوطني اعملوا لتقدمه المنادة هنا نوعه ايه هو فين المنادة اصلا يا ابناء الوطني المنادة كلمة ابناء زي ما اتفقنا وجاية بعد ادات النداء على طول طيب هل هو منادة مضاف ولا منادة شبيب المضاف ولا منادة عالم مبدئن هو مش منادة عالم لان احنا قلنا ان المنادة العالم هو بيبقى اسم مكان او اسم ايه انسان او اسم بلد الى اخر فهوش منادة عالم ما هوش منادة عالم طيب شبيب المضاف برضو ليس منادة شبيب المضاف لان انا قلت ان المنادة الشبيب المضاف بيكون منوى او لو جمع بيبقى جمع مذكر سالم مثلا بيبقى اخر ايه يأونون فبالتالي هو المنادة هنا مضاف اللي هي النوع الاولاني يا ابناء الوطن يبقى نوعه منادة مضاف هنجي بعد كده بيقول لي اعرب نا تحتو قبل ايه ما يأتي ايها الطالب لا يتفوق غير المكتاب انا قلت لحضرتك منذ قليل ان ايها واياتها في القطعة اللي حتيجي لحضرتك وفي سياق اسلوب النداء ايها واياتها جاية في سياق اسلوب النداء الاسم المعرف بقال بعدها بيقرب على انه نعت مرفوع يبقى الطالب هنا هتتعرف ايه كلمة ايها ممكن تجيلك في القطعة ومفيش قبلها يا زي ما اتفقنا ان يا ممكن تتعزف ويبقى المنادة ويبقى عمله فممكن يا ايها بس انا حزفت اداة الايه اداة النداء فالمنادة ايها يبقى كلمة الطالب هنا اعربها نعت مرفوع وعلامة الرفع الضمة اتفاقا واتساقا مع قاعدتنا التي سبق وذكرناها هي ان الاسم الواقع بعد ايها واياتها في سياق اسلوب النداء يعرب نعت يا معلما اشرح درسك هنا معلما منادة طيب هو منادة نوعه ايه عشان اذا ارقع اعرب المنادة هنا نوعه نكرة غير مقصودة طيب عرفت منين انه نكرة غير مقصودة لاني وجدت ان فعل الامر جاء بعد المنادة مباشرة وقال لي ايه يا معلما اشرح درسك فكلمة معلما هنا منادة منصوب وعلامة النصب الفتح انا بمجرد ما حددت انه هو منادة نكرة غير مقصودة فعرفت تعرب اللي هي المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة وبتعرب منصوبة يبقى خلاص انا عرفت انه منادة ومنصوب وهنا لانه طبعا مفرد يبقى علامة النصب الفتح يا ذا العلم لا تضن بعلمك على غيرك احنا سبق واشرنا الى ذا منذ قليل وعرفنا انه ذا من الاسماء الخمسة يبقى عرب على طول منادة منصوب وعلامة النصب الالف لانه من الاسماء الخمسة بعد كده بيقول لي بيّن نوع المنادة في الجمل الاتية ابناء الاعزاء اسعدني تفوقكم ابناء الاعزاء اسعدني تفوقكم ممكن حد يقول لي فين المنادة اصلا هنا انت حضرت جايب له جملة لا فيها ادات نداء ولا فيها اي حاجة تدل على النداء اقولك زي ما اشارت لحضرتك وقلت ان ادات النداء يجوز انها تحذف ويبقى عملها في المنادة طب بعرف المنادة بعرفه من سياق الكلام من سياق الكلام ومن سياق الجملة ومن سياق القطع اللي موجودة عندي بعرف ان في هنا منادة فهو بقول ابناء الاعزاء اسعدني تفوقكم يبكى انه عزل يا ابناء الاعزاء فالمنادة هنا هو طبعا كلمة ويا الايه المتكلم تمام يبقى هنا هي اضيفة الى ضمير وطالما اضيفة الى ضمير يبقى هنا المنادة نوعه مضاف المنادة نوعه مضاف يا عاملا اتقن عملك ببص على ايه منون انا عرفت انه هو ايه منون بالفتحة يبقى احنا هو حاجة من اتنين ياما منادة شبيه بيه المضاف ياما منادة نكرة غير مقصودة فببص لي الجمل اللي بقيت الكلام بعد المنادة بلاقي فعل الامر الفعل جاء مباشرة بعدها يبقى عرفت على طول انا حصرت نوع الكلام هنا وعرفت ان المنادة عبارة هو اسمه منادة نوعه نكرة غير مقصودة يا معلمين الاجيال انتم موضعوا ثقتنا يا معلمين الاجيال فين المنادة على طول عرفت يبقى المنادة بعدها كلمة معلمين طيب المنادة هنا نوعه المنادة طالما منصوب يبقى هو من الجزء الاولان اللي هو المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة طيب هو اني واني نوع فيهم طالما النون موجودة يبقى هو حاجة من اتنين اما انه هيبقى شبيه بالمضاف او هيبقى نكرة غير مقصودة طيب هاني واحدة فيهم ببص وراها اليد جاي وراها اسم فيه الف ولام طبعا الاجيال هنا هو لها موقع عرابي معين يعني لسنا بصدد الحديث عنه الان ولكن بنقدر نعرف على طوله انه هو طالما ما في جاش الفعل وراها مباشرة بنعرف ان النوع هنا هو نوع شبيه بالمضاف يبقى نوع المنادة شبيه بالمضاف اجب بما هو مطلوب بين القوسين يعني فيه سؤال وفيه طالب بيقول لي يا مصريين حافظوا على وطنكم يا مصريين حافظوا على وطنكم نوع المنادة هنا نكرة غير مقصودة نوع المنادة نكرة غير مقصودة هو بيقول لي اجعل المنادة نكرة مقصودة احنا اتفقنا ان المنادة النكرة المقصودة بتبنى على ما ترفع به بتبنى على ما ترفع به يبقى انا هشوف كلمة معلمين دي لو كانت مرفوعة تترفع ازاي هبصة لقيها انها المفروض انها كانت تبنى او ترفع به الواهو يبقى انا هبنيها على الواهو وفضوا على وطنكم ويحط خط تحت كلمة مصريين ويحط خط تحت كلمة مصريون ويقول لي اعرف ما تحته خط في الجملتين او يقول لي بين نوع المنادة في الجملتين ببص على طول الجملتين بتطبع القاعد بتاعتي بروح للمنصوبة بعرف ان هي النكرة غير المقصودة طالما اخرها الواهو والنون بروح للتانية اللي اخرها الواهو والنون بعرف ان هي النكرة المقصودة يبقى واحدة منهم نكرة غير مقصودة اللي هي يا مصريين ويا مصريون نكرة مقصودة طب قول لي بين موقعها من الاعراب والبناء وكذا اقول له ايه والله ان كلمة مصريين منادة منصوب على طول منصوب وعلامة النصب الياء لانه جامع مذكر سالم طب مصريون طالما هو نكرة غير مقصودة يبقى منادة مبني على الواو في محل نصب بعد كده بيقول لي يا معلمين الناس الخير لكم اجر عظيم اجعل المنادة مضاف المنادة هنا شبيه بالمضاف المنادة هنا شبيه بالمضاف لان النون موجودة احنا اتفقنا ان النون بتبقى موجودة في المنادة الشبيه بالمضاف وفي المنادة النكرة غير المقصودة فهنا المنادة الشبيه بالمضاف هو عايزنا خليها مضافة على طول فورا هاحزف النون وكتب الجملة زي معيه هاحزف النون لان انا قلت ان المنادة المضاف لا بيجي معها تنوين ولا تيجي معها النون في المثنة ولا جمع المذكر السالم فهقول كده يا معلمي الناس الخير لكم أجر عظيم يا معلمي الناس الخير أطلع زينا أنا عملت إيه حزفت النون عشان الإضافة حزفت النون من أجل الإيه الإضافة وبقى نوع المنادة هنا مضاف حننتقل بعد كده يبقى احنا كده أخدنا الدرس وأخدنا عليه مجموعة من التدريبات حننتقل بعد كده إلى درس جديد موجود معنا اسمه سلوب الاقتصاص وأنا سبق لما كنا تكلمنا عن هذا درس قبل ذلك كنا قلنا تقريبا هو الدرس الوحيد من مجموعة دروس النحو هذا العام اللي هو بيعد درسا جديدا على أبنائنا الطلاب لأن تقريبا أو كل الدروس اللي احنا تكلمنا عنها أو اللي موجودة في منج السنة دي سبق دراستها وسبق تدريسها للطلاب في المرحلة الإعدادية أو في المراحل السابقة لمرحلة هذا العام أسلوب الاختصاص تقريبا هو الدرس الجديد طيب هو إيه أسلوب الاختصاص برضو بسرعة قبل أن نطرح عليه أسئلة هو أسلوب يذكر فيه اسم ظاهر بعض ضمير للمتكلم غالبا وأحيانا للمخاطب يهدف إلى تخصيص الضمير وتوضيحه ويسمى الاسم الظاهر مختصا الفكرة ببساطة جديدة جدا الأول هقول للصور بتاعته المختص بيبقى معرف بأل أو مضاف إلى معرفة أو إحدى الكلمتين أيها وأياته وحنشوف نمازج سريعة عالية هو إحنا اتفقنا وقلنا إيه أن أسلوب الاختصاص لابد أنه يبتدي أو جملة اللي فيها أسلوب الاختصاص لابد أن تبدأ بضمير متكلم أو بضمير مخاطب بضمير متكلم أو ضمير يعني أنا ونحن أنت أنت أنتما أنتم أنتنا أو الضمير المتصل بتاعها مثلا ياء المتكلم أو نا أو غير ذلك الضمير في اللغة العربية فيه إبهام فيه إبهام يعني إيه؟ يعني عدم وضوح بيبقى مش واضح شوية بيبقى محتاج ما يوضحه محتاج عاجة تخصصه توضحه تعرفه تخلي المتلقي يعرف أنا أقصد إيه بالضمير يعني أنا في الجملة اللي قدامي هنا لما بيقول نحن المصريين نحب وطننا الجملة ببساطة جديدة جدا أنا عندي كلمة نحن هي المبتدأ وجملة نحب اللي هي الجملة الفعلية هي جملة الخبر فأنا لو شلت كلمة المصريين كده من النص وقلت نحن نحب وطننا الجملة صحيحة نحوية ولكن ممكن حد يسألني يقول لي من؟ نحن مين يعني؟ أنا عايز أحدد نحن أخصص الضمير ده هو أحدده عشان كده جبت كلمة الإيه المصريين يعني نحن أخص المصريين أو أقصد المصريين أو أعني المصريين نحب وطننا إيه دي فكرة ودي مهمة وده عمل المختص في الجملة أنه بيجي علشان يوضع الضمير ويحدده ويجعله واضح للمتلقي يومي أنا ما قلت نحن المصريين خلاص عرفت أنه هو بيقصد لإيه المصريين طب الاسم المختص اللي أنت جبته ده هو محتاج موقع إعرابي محتاج محل إعرابي إيه مكانوا من الإعراب نعرفنا أن نحن مبتدأ ضمير مبن في محل رفع مبتدأ والجملة الفعلية اللي هي نحبه هي الخبر بتاعته طب والمصريين اللي دخلت في النص ده هي إيه 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 إعرابها أقول له آه المصريين هنا لها إعراب أنا بأعرفه أو المختص له إعراب هنا هو بقول عليه إيه إن هو مفعول به هتسألني طب مفعول به فين الفعل اللي نصبه مش المفعول به ده بيجي في السياق جملة فعلية يعني المفروض إن فيه فعل وفيه فاعل فيه فاعل وفيه فاعل عمل الفعل ده علشان يقع على المفعول به طب فين الفعل وفين الفاعل أقول له حضرتك الفعل والفاعل هنا بيبقوا محذوفين يعني كأنني بقوله عشان أنا كده قدرته قلت نحن أقصد المصريين يبقى أقصد هو الفعل المحذوف هو والفاعل بتاعه يبقى أنا لما أجعر بكلمة المصريين حول مفعول به لفعل محذوف تقديره أخصه أو أقصد منصوب وعلامة النصب الياء لأنه لم أمذكر سالم أقول قدام زي وأقولنا نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدى المصريين مفعول به لفعل محذوف تقديره أخصه منصوب وعلامة النصب الياء نحب فعله مدارة مرفوع علامة الرفع الضم والفاعل ضمير مستطر تقديره نحن والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدى ده النوع الأولاني أن المختص بيبقى نوعه معرف بأل هو برضه هنا ممكن يقولي استخرج مختصه وبين نوعه أو استخرج مختصه أعرفه النوع الأولاني أعرابه خلاص عرفنا طالما أوله ألف ولام خلاص أنت بتعرف المختص على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره كذا واتفقنا على كده النوع الثاني بيقولي بقى مضاف إلى معرفة يعني هو المختص بيبقى مضاف ويجي وراءه مضاف إليه آه بص حضرتك مجموعة أمثلة إننا أبناء مصر نسعى إلى تقدم وطننا علينا أبناء النيل الاكتهاد من أجل رفعة مصر أنتم معشر المدارسين تصنعون رجال الغد نحن محب الوطن نتعاون من أجل تقدم كل اللي بين شرطتين ده هو المختص إننا أبناء طبعا فين الضمير هنا هو ضمير المتكلم اللي هو إنا اللي موجودة مع إن اللي هي اسم إن أبناء هي المختص نفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أخص منصوبه علامة النصب الفتعة ومصر هنا مضاف إيه علينا أبناء مصر برضو زي الأولينيه معشر المدارسين زي يه ومدارسين هنا تبقى مضاف إليه مجروع علامة الجر الياء نحن محبي الوطن برضو نفس الفكرة هتلاحظ إن هي مضافة إلى المعرفة اللي جاية بعدها وإن الجملة دايما لازم تبقى في صدرها ضمير يا إما ضمير متكلم يا إما ضمير مخاطب أو إننا إنا علينا إنا أنتم أي ضمير مخاطب أو نحن ضمير المتكلم نموذج إعرابي إننا أبناء مصر نسعى إلى تقدم وطننا إن حرف ناسخ والضمير إنه في محل نصب اسم إنه أبناء مفعول به لفعل محزوف تقديره أخص منصوبه علامة نصبه الفتحة وطبعا مصر مضاف إليه ونسعى الجملة من الفعل والفاعل اللي هو المستتر في محل رفع خبر إن نموذج إعرابي تاني نحن محبي الوطن نتعاون من أجل نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ محبي مفعول به لفعل محزوف تقديره أخص منصوبه علامة نصبه إليه الوطن مضاف إليه نتعاون الجملة الفعلية هنا في محل رفع الخبر المختص لفظ أيها وأياتها ودي برضو أن هنا لأن أنا عارف أن أيها وأياته هتجي لك مرة تانية في سياق إسلوب الاختصاص في سياق إسلوب الاختصاص بتلاقي الجملة دايما بدأ بدأ بدمير متكلم أو ضمير مخاطب أول ما تلاقي الجملة بدأ بدمير متكلم وضمير مخاطب وجاي وراءها أيها أعرف أنت في سياق في سياق اسلوب الاختصاص انتم ايها المهندسون والعمال تصونون قواعد النهضة الصناعية انتم ايها الطلبة تحملون امانة الامة في اعناقكم انتي اياتها المعلمة ربينا النشء ايها اياتها دي هنا هنا الاسم المختص نموذج اعرابي انتم ايها المثال اخذناه منذ قليل انتم ضمير مبنى في محل رفع مبتدأ ايها هدبالك مبني على الضم في محل نصب مفعول بي لفعل محزوف وجوبا تقديره اقص والهاء حرف تنبيه مهندسون نعت مرفوع علامة الرفع الواو لانه جمع مذكر سالم والعمال الواو حرف عطف والعمال معطوف مرفوع وتصونون هي جملة ايه الخبر نموذج اعرابي اخر انتي اياتها المعلمة هو نفس اللي قناه تقريبا هناك في النموذج السابق انه هو الضمير وبعدين الاسم المختص واللي بيجي بعد ايها و اياتها بيتعرب على انه صفة مرفوعة تدريبات برضو سريعة بيقول استخرج المختص من الجملة الاتية وبين نوعه من الجملة الاتية وبين نوعه انت طالب العلمي مصباح الحياة خلاص عرف طالما لقيت انه ابتدنا بانت يبقى كلمة طالب هنا هي الاسم الايه الاسم المختص نوعه مضاف الى معرفة مضاف طبعا الى معرف بقل مضاف الى الاسم المعرف بقل واعرابه مفعول به لفعل بمحزوف تقديره اخص منصوب علامة النصب الفتحة انا المعلمة المعلمة انشره المعرفة برضو نفس الفكرة المختص هو كلمة المعلم نوعه معرف بقل اعرابه مفعول به لفعل محزوف تقديره اخص منصوب علامة النصب الفتحة اعتقد ان تلاحظتوا ان الاعراب بيتكرر يعني دايما هو مفعول به باستمرار سواء جه معرف بال سواء جه مضاف الى المعرف بال او مضاف الى المعرفة سواء جه ايها او اياتها بيختلف بس في ايها او اياتها ان انا بقول عليه اه 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 مبني على الضم في مبني على الضم لان انا اصلا ما انفعش انت ايها بالفتحة او اياتها بالفتحة هي بتتنطق كده والاسم المبني هو الاسم اللي ايه يعني ايه بتكون الحركة في اخره لا تتغير حركته يعني زي هذا لا تتغير حركة الحرف الاخير فيه الحرف الاخير هو محل الاعراب لما اقول محمدو ادال هنا هو هي اللي بحط عليها اطمامة لما جات مرفوعة ممكن تيجي منصوبة لقيت نفسي بحط فتحة وممكن تيجي مجرورة لقيت نفسي بحط كسر يبقى الاسم هنا معرأ اما الاسم المبني هو اللي حركة اخر كلمة اخر حرف فيه بتكون ثابتة مهما تغير موقع الكلمة من الكلام يعني زي اسم الاشارة هذا اسم الاشارة هذا ممكن اقول هذا الرجل مبتد هذا اسم الاشارة مبني في محل رفع مبتدى مبتدى محطتش ضمة ليه مش هعرف هيتعذر علي ان انا ايه اه يعني انت اصلا اتضمة هنا هو رأيت هذا الولد هذا هنا مفعول به اسم اشارة مبني فيه محل نصف مفعول به طب فين الفتح مش هينفه اه سلمت على هذا الطالب طيب اسم اشارة مبني فيه محل جر اه اسم اشارة مبني فيه محل جر طب فين الكسرة مش هينفع يبقى حضرتك لاحظت مش هينفع حطه طبعا الكسرة عشان كده بقول عليه ايه مبني يبقى حضرتك لاحظت هنا في الاسم المختص ان الاعراب تقريبا محفوظ والاعراب تقريبا انا بسمعه بمجرد ما لاقي واشارتي او علامتي عشان اقدر اعرف ان ده اسلوب اختصاص ان بلاقي الجملة بدأ بضمير متكلم او بضمير خطاب وبنقف عند هذا القدر من الاسئلة في هذه الحلقة على ان نعود ان شاء الله الى بقية دروس النحو وبقية دروس المنهج برضو يعني نراجع عليها في اسئلة نحاول من خلالها ان شاء الله ان نلم بكل اطراف المنهج شكرا لحضراتكم وارجو لكم التوفيق والنجاح